اشتركوا في القناة فيما طالب بدعم مالي عاجل وارتفعت عدد الإصابات بالحمى النسفية في المحافظة إلى 14 حالة بعد تسجيل ثلاث حالات جديدة وقال مدير المستشفى عماد الخفاجي إن إمكانيات المستشفى البيطري محدودة لذلك طالبنا دائرة البيطرة في بغداد ومحافظ ذيقار بتوفير الدعم المادي لشراء مادة الدلتام ثرين المكافحة لحشرة القراد الناقل الرئيس لفيروس الحمى النسفية للحيوانة وأضاف نحن بانتظار شراء هذه المادة لكي يقوم مستشفانا والمستوصفات التابعة لها بحملة رش وتغطيس لجميع الحيوانات في عموم المحافظة وأضاف أن دائرتنا تقوم بحملات الرش والتغطيس لمرتين بالسنة الواحدة ومجاننا مؤكدا أنه ننتظر حتى الآن من أصحاب القرار توفير التخصيص المالي لشراء مادة الدلتام ثرين للقيام بالحملة وأشار الخفاج إلى أن أعداد الإصابات بدأت تنتشر بشكل سريع وخطر جدا وكان مدير مركز الأمراض الانتقالية في العراق الدكتور صباح مهدي قد بيّن في وقت سابق أعراض مرض الحمى النسفية وكيفية الوقاية منه وقال الدكتور مهدي أن أعراض المرض هي ارتفاع درجة الحرارة لدى المصاب نحول عام آلام في العضلات غثيان وتقيؤ ظهور البقع النسفية تحت الجلد وأماكن زرق الإبار وفي الفم والأنف بعد خمسة أيام من المرض خصوصا وأن المعدل العام لحضانة المرض من يوم واحد إلى أربعة عشر يوما وأضاف أن أهم طرق الوقاية من المرض رش المنازل بالمبيدات الحشرية تعقيم الدور مراقبة الحالات المشكوك فيها وإحالتها على الفحص المبكر في أسرع وقت ممكن وأشار مهدي إلى أن المواشي تكون حاملة للمرض دون ظهور الأعراض عليها ولا يسبب لها الموت مبينا أن الحشرات ومن بينها القرادة هي الناقل الرئيس للمرض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر